اشتركوا في القناة ومع المراجعة المستمرة للأدلة الدوائية وسياسات توفير والاستخدام الأدوية بشكل مستدام قطعت مملكة البحرين شوطا مهما في تنفيذ الخطة الوطنية للصحة والتي من أهم مرتكزاتها إجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الصحية حيث يقوم المجلس الأعلى للصحة بالعمل الوثيق مع جميع الشركاء للبدء في مرحلة التنفيذ التجريبي التي من خلالها سيتم تفعيل صندوق الضمان الصحي شفاء ومن أبرز مهامه الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات للمنظومة الصحية وتوحيد الدليل الدوائي بين جميع مقدمي الخدمات الصحية والمعنيين بالدواء وتعد إدارة سياسات استخدام الأدوية والأدلة الدوائية عملية متكاملة لرعاية المرضى إذ تمكن الأطباء والصيدلة وغيرهم من المختصين في الرعاية الصحية من العمل معاً لتعزيز العلاج الدوائي السليم سريرياً والفعال من حيث التكلفة والنتائج العلاجية الإيجابية ويتعد نظام استخدام الأدوية كونه قائمة من الأدوية المعتمدة للاستخدام من قبل المستشفيات أو النظام الصحي ليتضمن وجود آلية ومنهجية عملية وواضحة تستخدم لتقييم الدراسات العملية والسريرية والطبية وتحديد نهج اختيار الأدوية لمختلف الأمراض والحالات يتضمن نظام استخدام الأدوية أيضاً سياسات وإجراءات لشراء الأدوية وتوزيعها وإدارتها واستخدامها على النحو المناسب بالإضافة إلى إرشادات وصفية إضافية ومعلومات سريرية تساعد المختصين في الرعاية الصحية على تعزيز الرعاية عالية الجودة وعلى الاستخدام الأمثل والرشيد للموارد